والأمور تمشي بشكل كويس تعالى بقى للقطة مهمة جدا شفناها قبل ما نطلع الحلقة وبعتها لنا ناس كتير جدا من أصدقائنا على السوشيال ميديا ويبتتعلق باختبارات النادي الإسماعيلي طبعا الفترة دي في اختبارات مختلف الاندي وانا عندي تعليق على الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم دلوقتي تعليق مهم جدا لان خلاص بقى احنا يا جماعة يعني عايزين كفايا يعني كفايا يا جماعة أيها بصوا حضراتكم ده واحد شاب ولد ناشئ رايح يختبر فين في النادي الإسماعيلي رايح بتشيرتي مين أفشا بتشيرتي النادي الأهلي اللي هو رقم 19 أفشا فداخل فلو جبنا بس معلش الفيديو من الأول حتلاقوا واحد في وشه بيقوله لا ايه إلعي التشيرتي ده غير التشيرتي ده اللي انت جاي بيه ده تمام عشان انت في النادي الإسماعيلي ما ينفعش تلبس تيشيرتي الأهلي حتى لو اختبارات كان انتمائك ايه كده الفيديو من الأول فبالتالي لا يعني عايزين نعلق على الموضوع ده أنا بصراحة حاجة من الاتنين ياريت نكمل الفيديو عادي يا جماعة ونرجع عشان ايه نعلق على القصة أنا حاجة من الاتنين بالنسبة يا اما ده فيديو مخطط لي بمعنى ايه هو اصلا مش منطقي ان يروح ناشئ ومعه وليه امر يقول له باستشيرتي الأهلي انت رايح اكتباراتنا ده إسماعيلي يعني مش منطقية شوية او مع انها المفروض عادي بصراحة بس يعني تبقى لان فيه بعض المتعصبين وكل من ده فخلاص مش منطقية تمام فبالتالي ما هو يا اما الموضوع مقصود وجايبين كاميرا عشان نصور ونبقى ترند بس للأسف ده ترند سلبي جدا جدا وغير مطلوبك فيانا بقى يا جماعة عصب يا اما يا اما ده حقيقي وفعلا الكلام ده حصل بشكل فيه نسبة كبيرة من الصدفة وللأسف دي مش روح رياضية اطلاق واللي عايز اأكد عليه بعد الفيديو ده انا مش ههاجم حد او مش هقول بس احنا يا جماعة عايزين نخلص منطعصب احنا عايزين نخلص منطعصب وكفيانا بقى ها شد وجذب وكفيانا بقى ايه يعني امور بتخلي بقى فيه شحن ما بين الجماهير جمهور 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 كبير جدا نادي اسماعلي نادي كبير جدا زي ما نادي زي ما لك نادي كبير جدا جدا وجمهور جمهور محترم وكبير جدا زي جمهور الاهلي اكبر جمهور في مصر واكبر نادي في مصر العلاقة دايما هتبقى كويسة حتى لو في بعض الاحيان بيشبها يعني للأسف بعض التوتر لكن في الاول وفي الاخر يا جماعة احنا في الاول وفي الاخر مصريين احنا في الاول في الاخر كلنا اخوات ومنحب بعض وفي الاول وفي الاخر برضو هي رياضة وكرة قدم تمام فالمنظر احنا شوفنا ده غير مطلوب سواء بقى لو كان معمول عن عمد يعني متزبط عشان ابقى اعمل فيديو ويبقى ترند وده يعني اسوأ ترند في الدنيا ده يبقى هزر يعني بيخ وملوش اي لازمة قدام متقيل جدا يعني ومش مطلوب اطلاقا ومش حنقبله اطلاقا او ده حصل فعلا فبنربي في لعبتنا التعصق فاحنا عايزين يا جماعة نخلص من الحاجات اللي زي دي نخلص من الحاجات اللي زي دي ومش هتكلم في الكسة دي اكتر من كده عشان ما تكبرهاش بالشكل اكبر احنا عايزين نطلع اجيال سويا يبقى عندها الروح الرياضية من بين الاندية اه كل واحد يشجع النادي بتاعه بمنتهى القوة ويحب نادي قوي 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 انا بحشق الاهل انا عن الناس بحشق الاهل بس والله العظيم بحترم الزمائك وبحترم السماعيل وبحترم كل الاندية بالذات الاندية الشعبية فهو ده المفروض يحصل وانا زي كتير على فكر بس الاسف اللي بيظهر واللي بيطلع تريند هي الحاجات السلبية اللي زي دي فاحنا مش هنقبلها ونتمنى ان هي ما تتكررش في ايا من الاندية المصرية